السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الفل عليكم النهار ده ان شاء الله حنعمل الفاش السعيدي الجميل ده تعالوا اقول لكم عملته ازاي بحط اول حاجة 3 معالق كبار من الحمص المطحون في برطمان يكون طويل شوية وبحط عليهم كباية كبيرة من اللبن المغلي لازم اللبن يكون صخت والحمص ده الحمص العادي اللي احنا بنكله جايبه من المحمص عادي وبنتحن شوية وبعد كده بنعير 3 معالق كبار وبنغلي اللبن وبحط كباية كبيرة منه وبقلبهم مع بعض كويس قوي لغاية ما يندمجوا مع بعض بغطي عليه وبسيبه في مكان دافي كده في المطبخ يوم كامل ولو حبينا نشوفه خمر ولا لسه ما نفتحش عليه نشوفه من بره لازم برطمان يكون شفاف كده عشان اعرف ابص عليه انا هغطيه بكيسة من تحته من فوقه من جوانب كله لازم يبقى مضغطي كويس وبعدين فوطة او اتنين ولو عندك بطانية صغيرة ممكن تلف بيها احنا بنعرف اختمر ازاي بيبقى كتلة واحدة على بعضه بيبقاش في سويل خالص بيبقى اللبن امتص كل الحمص او الحمص امتص اللبن كله ما بيبقاش فيه خالص سويل وبيبقى كتلة واحدة على بعضها جمدة عندي بقى اتنين كيلو من الدقيق انا هعمل اتنين كيلو اللي حابب بيعمل كيلو هياخد نص الحاجات اللي انا هقولكو عليها دي انا عندي كوباية الربع تقريبا من السكر معلقتين من الكركم المطحون بودر معلقة كبيرة من المحلب مطحونة ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية ومعلقة صغيرة من الملح كوباية ونص سمنة عندي اربع كوباية من اللبن هشوف العجينة تاخد قد ايه ممكن نحط بدل اربع كوباية لبن كوبايتين لبن وكوبايتين مية ما فيش مشكلة هشوف الاول الخميرة بتاعتي هوريها لكم انا اتأكدت ان هي خمرت خلاص بقيت كتلة واحدة زي ما احنا شايفين كده هنزلها في البولة اللي هحط فيها التخميرة التانية الحمص كان اول تخميرة تاني تخميرة بنحط المقادير بتاعتنا اه ومع حبة دقيق صغير وبنسيبهم يختمروا مع بعض زي ما احنا شايفين كده شكلها عامل ازاي بنزلها كلها من البرطمان ما نسيبش حاجة فيه بحط عليها بقى الكركم والخميرة الفورية والملح والمحلب المحلب كمان بيدي له ريحة حلوة قوي مع الحمص والكركم بتبقى ريحة خطيرة وطعمه بيبقى حلو قوي بيبقى عليه سكر وسامنة كل الحاجات دي طبعا بتدي طعم حلو قوي هنحط السكر وحطينا الحاجات المطحونة طبعا السامنة في الاخر مش هنحط السامنة دلوقتي هنحط بس عليه كوباية من اللبن اللي احنا ركنينه على جنب وهنحط شوية من الدقيق زي كوبايتين تقريبا هنحط حبة من اللبن الدافي اللبن يكون دافي اقلبهم مع بعض بس الاول شوية كده وبعد كده بحط حبة من اللبن وبرجع اقلبهم كويس تاني زغاية ما يندمجوا المأدين كلها مع بعض بغطيها بقى كويس وبسيبها تختمر لمدة نص ساعة مسلا كده وبعد كده بشيل الغطة من عليها وبكون حطة الجقيق بتاعي نخلته وحطيته في بولة كبيرة زي ما احنا شايفين كده اختمر فبقى نحط بقى بنبتجي نحط الدقيق حبة حبة ونقلب وهحط السمنة واللبن بالتناوب مع بعض وانا بحط الدقيق يعني احط مرة سمنة واحط مرة لبن كده واشوف يعني ماكملش مقدار المياه كله الى لما اخلص السمنة واشوف محتاجة تاني مياه ولا لأ او لبن عشان فيه انواع من الدقيق ما بتشربش المياه وفيه انواع بتشرب المياه بنبتجي نعجل وبناخد شوية شوية من الدقيق نحط شوية لبن وشوية ثمنة انا مستنيها تجمت شوية في ايدي عشان انزلها على الرخامة وبتجي اعجن فيها لازم نعجنها كويس عشرة دقيق على الاقل اكمل مقدار السمنة كل ما تكون السمنة كويسة برضو هتجينا نتيجة وطعم احسن انا نزلتها على الرخامة ونبتجي بقى نعجن فيها لغاية ما لقيها نعمة معي خالص وما بقتش تلزق في الايد ولا اي حاجة ها المقدار ده ان شاء الله يبقى مزبوط معاكم العجنة بقت حلوة جدا وبقت نعمة وجميلة زي ما احنا شايفين كده نحطها بقى في حلقون غويطة او بولقون غويطة ونغطي عليها كويس دي تلت تخميرة كده هنسيبها بقى تخمر براحتها ساعتين كده وبعدين نبتجي نقرس فيه نقرسها علية ما شاء الله زي ما احنا شايفين اهو هنجب بقى الصوان اللي هنشتغل فيها او صاج الفرن اه ممكن نحطها يعني كتلة واحدة على بعضها وبعدين لما تطلع تتقطع وتتحمص تاني او هنعملها باشكال صغيرة على شكل رغيف صغير كده زي ما انا هعملها هناخد قطعة قطعة نشكلها زي ما رغيف الصغير الفينه اللي احنا بنجيبه ده من الفرن هنعملها بالشكل ده ونحطهم كلهم جنب بعض في الصينية وحنسيبها تخمر التخميرة الاخيرة اللي هي بتاعة الفرن قبل ما ندخلها الفرن بنسيبها ربع ساعة كده زي ما احنا شايفين الحجم ده ونحاول ان احنا نوزن ايدينا كده ناخد نعملهم كلهم بمقس واحد هنكمل الصينية كلها بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين جده خلصتها وسبتها كمان خمرت ربع ساعة الفرن طبعا يكون شغال ويكون حامي هيخش الفرن حوالي نص ساعة زي ما احنا شايفين طلعت طريقة هاي وجميلة بنقلبها بقى على الجنب وبندخلها تنشف تاني ولحبين تقطعوا الواحد على تنين وتدخلوه الفرن ده ناشقفت وبقت جميلة ومقرمشة وبنسيبها كمان في الهوى بتبقى تاني يوم احلى كمان من اول يوم وكل ما بيعود كل ما بيبقى طعمه احلى يلا جربوا وبالفها هانا وشفها